المهندسة النهاردة المهندسة أمل مبدأ رئيس الاتحاد المصري الإعاقة الزهنية النهاردة أطلقت نسخة جديدة من برنامج بتزع عندنا هنا على شاشة القاهرة والناس هي عملت إعلان لطيف جدا وقالت أن برنامج العباقرة اللي بيهتم بالنبيغين وبيقدمهم بمستويات مختلفة جدا سواء كانوا الأصدقاء أو حتى المدارس في المسابقاتهم أو حتى العائلات في نسختها الخاصة قدمت النهاردة مفاجأة للناس وقالت حيكون في نسخة للعباقرة خاصة بقدرون باختلاف إحنا كنا سواء ده جدا بالإعلان ده وإن زملنا العزيز عصام يعني عصام يوسف بيقدم ده كنوع من أنواع الدمج والاعتراف بقدرين ليهم قدرات خاصة وما فعلا قدرون باختلاف تيجي نشوف هي قالت إيه ونرجع تاني هنا نكمل معاكم حديث القاهرة كلنا بنتابع البرنامج الناجح العباقرة فيها العباقرة المدارس وعباقرة للجماعات برعاية أكبر بنوك مصر الوطنية البنكي الأهلي الحقيقة ده خبر أنا شايف أنه هو خطوة قوية سيتم إطلاق نسخة جديدة العباقرة للقادرون باختلاف خطوة من ألاف الخطوات التي تأخطوها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يوميا لدعم القادرون ما زال أمامنا الكثير من الخطوات سنخطوها معا بإذن الله ودائما وراء كل الأبطال من القادرون باختلاف أم وأب يبذلون أقصى طاقتهم فلهم جميعا الحقيقة أنا بحني راسي مش بس بحييك وحيات ربنا لأن أنا بشوف المجهود اللي أنتوا بتعملوا قد إيه فكل التحية لكل أم وأب بيشتغلوا مع أولادنا عشت مصر وأهلها ورئيسها بيهم ترزقون وبهم تنصرون شكرا إفهم أيزة هني زميننا العزيزة الكاتب المبدع عصام يوسف صاحب الفكرة بتاعة العباقرة هو أولده الكاتب الكبير عبدالتواب يوسف وعصام عمل مشروع مهم تحية خاصة وتهناء لقناة القايرة والناس أن تلعب هذا الدور أن يكون لها دور مهم في أصحاب الهمة من دول ودهوا القدرات الخاصة المبدعين اللي ممكن يضيفوا كتير لنا لما نشوفهم في العباقرة وهو يعني رغم أنه برنامج تعليمي إلا أنه بيلقى مشاهدة كبيرة جدا يعني يعني تستمتع وانت بتتفرج عليه وأنا مستني هذا السيزون الخاص النسخة الخاصة لأني واثق أني حشوف عباقرة بجد طبعه